عشاق طيور زنة والطيور المغردة مرحبا بكم ما زلنا في الموضوع التحدي للإطعام الفراخ من البيض حتى الفيطان إن شاء الله كما كيبال لكم الفراخ ديالنا ها هما غادين نحن نسبعين المراحل النمو نحاول نجمع 5 يام 6 يام نحن نجمع نحن نجمع نحن نجمع نحن نجمع على طريقة الاستعمال الـ 21 الـ 21 مغدية للغاية نحن نجمع البيض متوازن تماما للموذ الصغار بفضل الأحماض الضهنية والمقاومة المثالية من الأمراض زائد العناصر الغذائية بالأحماض الدهنية العضوية التي تضمن الهضم لأمثال يتم تحضير الـ 21 مقص يكون سخون كما كان نقدمه لأطفال لدينا سريلاك مقص يكون سخون حتى يبرد لدينا سخون لدينا سخون الضيار من الأمراض ونحن نفضل لدينا سخون من الممكن أن تكون نظيفة ونضفة خلطه عادي ونسنه ونقدمه الطيور لنا المكونات غنية بزاف في البروتين الخام في الدهون في الرمض في الأليف في الكالسيوم الفوسفور السوديوم المغانيزيوم في الفيتامينات بزاف في فيتامين A D3 E K B1 B2 B3 B6 B12 وفي فيتامين C وفي البيبي وفي الكولين وفي الحديد والنحاس والمانغانيزيوم وفي النسبة كبيرة للزنج هذا الشيء لكل ميز جرام غير هو نصيحة اللي نقدمه أنه استعمله الكمية التي توكل فيها هذه اللحظة لا نضيف كمية كبيرة ونجعله من أوراها على الساعتين الأخرى ونعطيهم البقية اللي بقات حاول تحسب ما حال يجب أن يأكله مرة وحدة لأنه يحتوي على فيتامين C وفيتامين C معروفة لأنه يجمع الميكروبات يعني حتى الإنسان عادي إذا تصويت عصير الليمون سوف تشرب ساعة لا يمكن أن تجعله ساعتين لكي تشرب يجمع الميكروبات والفريخات سوف يكبروا والله الحمد تحدي حيث ويجمع يومين نبدل العش ونصب عش ويجمع المشروبات ومجرد وغير الكعاكتر أنه نعم لكي الشخص سوف أعطي حرارة لأنه حيث يجب لأن ندفيهم بمدفاءة أو نقلبهم على مكان مرد حرارة لكي نعود الحضارة للأم هذه المنفقات الأن في عمرهم ثلاثة أيام كانت المسألة صعبة في الأول ومن حدهم يكبورها تزيد ويصبح أصعب لأن الكمية الأكل تكون أكثر والمجهود يكون مضاعف رأني ازيلتهم وفتونا إلى شهر من المرة وكان لديهم فتونا من المرة كانت أصبحت بأن يغيب بثاقة وكانت أصبحت خدمة ومعلك وكانت أقوم بإذن الأمر وكانت أساعد كل ساعتين كما يبال لكم يطلبوا الطعام وكلمة أكبر يحليك في أمه تبقى حال انتها تحاول معه كي يأكل غير هو الأمانة راه الفرخات كي يريدون الصبر راه ماشي ربي تفرخوا لجوج سوف نقول انا راني سافي تعلمت الفراخ ونرى انفسه كي يعطيه نصائح ونحن 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 نصائح لانه قد تبقى الوقت ستبيض تجعل الولادات ودكره هو الذي يتكلف بالأطعام وفي فرائب تعاونه ليس من خلق لا يفكره بقم هذا فهي لا يمكن يتطور الإنسان الذي يمشي على البيغال وعلى العودان هو الإنسان الذي يدفع طياره ويهدي مخلاقه يتعلم يتعلم فريخاته ويعطيه النظافة ويعطيه الوقت ويتعلم لا يتعلم يتعلم كل شيء لا ضروري ويجب أن تجد المسألة ويجب أن توقع في شيء مشكل بحاله تحاول أن تقلب على الحلول وأنا والأمانة سأعرف أي شيء سأعطيها لكم لأن المعلومات والخبرة لا تضيع وكل شيء يتعلم وكان يتبع ولأنه يتعلم يحتاج إلى البيغة بسارة يتبع وكل شخص يتعلم النار وفي ذلك تدعم فياً كيف يبدأ لكم نتمنى أن نستخدم وضع معلومة وكذا يجب أن تشده وكذا تلعب معه وكيف يبدأ لكم وهذا هو العمر المثالي الذي تدريسه فيه الطيور بجميع أنواعها لا يمكنك أن يقول لك عن المواد التي لديك غير الكنار يمكنك أن يسرع الكنار يسرع على زانسيباغا بل على بيروش على جميع الطيور نفس الطريقة لا يوجد اختلاف بيناتهم يوجد اختلاف الحجم الطيور الزنا يمكنك أن يكون الحجم كبير والصالب البغوات والكنار والحسون والحجم صغير والحمد لله ستتحدي مازال باقي قائم هنا فاتوا العشرين يوم قريبا ونحن سأقوم باقي قائم خروفة غير هو الإنسان لأنه يحاول ما أمكن على أنه ساعتين لساعتين لأنه ساعتين وكنار ساعتين كل ساعتين تفاق كل الماء وإنكما يقول لك ما تطبق قبل البلد لا لن يتفق بالليل سوف تزيدهم الماكلة مع الصلاة سوف أعطيهم مياه ومع الصباح والفريخات والنظافة والجهد والجهد لن يتم إنتاجهم لأنه لم يتم إنتاجهم لن يتم إنتاجهم لدي واحد الميست هنا غير مطلوق لا يجب أن يتم إنتاجه في القفز لا يجب أن يصحح هو الذي يسمى أولدي أوسكار لا تنسوني من أبونا ونسكار سوف نضع أكثر سوف أستطيع إنتاجه لن نتعيد ونعطي اكثر لا تنسوني من أبونا المترجم سوف تكون المترجم المترجم